إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا الغليين في كل مكان متابعيننا أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله النهاردة في فيديو مختلف شوية الحمامة اللي قدامكو دي واحد من متابعين القناة جابها لي وكانت مريضة وعندها مشكلة هنشوفها دلوقت ونعرف إيه المشكلة وإزاي إن شاء الله هنحلها ونعالك زي ما أنتوا شايفين الحمامة اللي قدام حضراتكو دي صاحبها قال لي إن هي ركنة وما بتشتغلش عنده وكمان طلع لها زي حيل أو كيس دهني كده فرقابتها وإدي له مضادات حيوية ومش عارف يتعامل معها ولا راضي يختفي ولا الفرد اللي قدامه ده راضي يشتغل فما جاب لي فرد الحمام ده وفحصته لقيت إن هو طالع له عبارة عن كيس دهني والكيس الدهني ده زي ما هتشوفه دلوقت موجود في مكان حساس طبعاً ميخلي الفرد يتقلم ما يعرفش قلم وغير ربنا سبحانه وتعالى فأنا قلت له الحل الوحيد للحالة دي إن انت لازم نتدخل جراحي ونفتح ونشيل الكيس الدهني ده وبعد ما نشيله وننظف كويس نبدأ إن احنا نخيط الجرح وإن شاء الله الفرد يبقى كوي هتشوفه دلوقت هنعمل كل ده قتامكم دلوقت بحيث إن الفايدة تعمل غير طبعاً أول حاجة بنعملها في الفرد إن احنا بنمت في الريش اللي احنا هنفتح حواليه عشان يبقى المكان اللي هنفتحه كويس وكمان الريش ما يدايقناش وإحنا بنفتح الجرح بعد التنظيف شايفين المنظر بقى عامل إزاي والكيس الدهني ده ظهر قدامكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه طبعاً حجمه كبير أكيد بقلم الطير تعالوا نشوف هنعمل دلوقت أول حاجة هنحتاجها عشان الكيس ده نفتح له طبعاً هنحتاج مشرة أو موس يكون جديد بحيث إن الجرح بتاع الطير ما يتلوز بعد كده بنبتأ نبسك المكان كويس اللي هنفتح فيه وبنفتح فتحة كده صغيرة بحيث إن احنا هنحاول نخرج الكيس ده من المكان بأقل فتحة كفتحة جرح فتحة صغيرة كده هو زي ما انتوا شايفين بالزبط وببدأ إن أنا أضغط على المكان ده إن أنا أحاول أطلع الكيس ده ده طبعاً ممكن يبقى الفتحة صغيرة شوية فأنت تفتح فأنت تكبرها سنة على حسب المكان اللي أنت عايز تخرجه بحيث إن هي أيوان تبتدي كده إيه إن هي تطلع شايفين المنظر شايفين كل ده كان في رقبة الطير أكيد ضره أكيد ألمه طبعاً عمرنا مهماً كنا مش هنحس بواجعه زي ربنا سبحانه وتعال طلع يتهيق قدام حضراتكم ببدأ بقى بعد كده إن أنا هنضف لو ليها جدور لإن معظم الأكياس دي بيبقى لها جدور زي ما أنتوا شايفين كده هو بنضف حوالين بنضف مكانها وبنتأكد إن ما فيش للكيس ده أي وجود ولا أي جدور لإنه لو ليه جدر ممكن يبدأ إن هو يجبر تاني ويجمع تجمعات تاني وتبص تلاقيه ظهر في نفس المكان نفس الكيس ده تاني بعد ما بنضف كويس بعد كده اللي بنحتاجه بنحتاج إبرة وخيط عشان تخيط الجرح الجرح ده هيحتاج حوالي 3 غرز فهنجيب الخيط وكمان إبرة الخيط طبعا البلاستيك اللي احنا بنستخدمه لنا أنا بجهزه وببدأ إن أنا أحقم الإبرة وبالضم الإبرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي وببدأ بقى إن أنا غرزة غرزة بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده أدى أول غرزة بعد ما لضمنا الإبرة بتدخل الإبرة من بالمنظر ده وبتبدأ بعد ما تعديها تعقد وتقص الخيط وبعد كده بتعمل الغرزة اللي بعدها واللي بعدها على حسب الجرح اللي انت فتحه بنقص بالمنظر ده كده وكده يا شباب نبقى احنا كده خلصنا الغرز وبعد ما خلصنا الفرد قدامك وهو بقى كويس كان الأول مش عارف يحرك رئابته دلوقتي منظره بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده وبدأ يهكل وبدأ يشرب طبيعي وما فيهوش أي مشاكل يارب بتكونوا استفدتوا بالفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس لايك على الفيديو لو عجبكم أو استفدتم منه شكرا لم تبقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة